اه حد بيقول في مزمور اربعة وتسعين يبدأ بداية صعبة لانه بيوصف ربنا انه الاه النقمات فمحتاجة توضيح ليه صعبة ليه هو الانسان اللي بيعمل ظلم وبيظلمك وبعدين ربنا قالك ليه النقمة انا اجاز يقول الرب فانتي سبت الحكاعة لربنا مش يبه هو اله النقمة ياخد لك حقك ولا يسيب الدنيا فاوضى الناس تاكل في بعضها كون ان احنا عايزين نظهر للناس ان الله صالح بان هو مش بينتقم ومش بيعاقب ومش بيرمي ناس في جهنم دي صورة مشواهة عن الله لان من ضمن الصلاح بتاع الله ان يعاقب المخطئين لان انا مش ممكن اكون اب صالح في بيتنا وشايف ابني بيعمل جريمة خطيرة على حياته وعلى حياة الحواليه ومقدبهوش معاقبهوش فالله اله النقمات اذا ده مزمور يعني الروح الكدس قال كده اذا كان احنا فاهمين النقمة غلط لا نصحح مفهومنا مش نصحح المزمور وبعدين المزمور قال كده لكن ايه رايك في العهد جديد لم يقول ليه النقمة انا اجازي يا كل الرب لا تنتقموا لانفسكم ايها الاحباء بل اعطوا مكانا للغضب ليه لان لنا اله يحامي عننا طب لما انت عايزة تلغي ان اله يحامي عننا وانا كمان تنزلت عن حقي وسلمت في ايد ربنا وربنا قال لي انا مش بقى بنتك يبقى الانسان يعيش مقوي يموت مقهور وبعدين بقى الناس كمان اللي يقولوا مفيش جحيم ومفيش جهنم دي مجرد حالة نفسية فالواحد بقى يطلع في الحياة الاخرى يلاقي حتى دول مش بيتعقبه يتقهر فين الاله فين الاله العدل فين الحكم فين الحكم تخيل انت حد سرق منك حاجة وروحت للبوليس تعمل محضر قال لك مش هعمل محاضر وحبش هعمل حاجات دي طب تروح لمين كتب محضر اي كلام خلى القضية بوز تاخد حقك من مين اتعمل محضر كويس وكل النيابة استهان بيه تاخد حقك من مين اتعمل كويس والقاضي ما حكمش حكمه عادل تبقى انت شكلك ايه العدل عدل الله اله النقامات